يوقف على شرفة منزلة تتأمل ببكرة أفضل ببلد كانت أكبر لعناته هي خارطته بحدوده وجيرانه بتحلم أنه يرسم للبنان حدوده جديدة ولو معنوياً خارطة بتضم شعب واحد من الشعوب خارطة لسياحة داخلية بعد مصاري السفر شبه مستحيل بسبب لعنة تصنيف جواز السفر ابتكرت ميريام خارطة سياحية للبنان تسمح لك أنك تعلم عليها بالخمسين ليرة بعد كل الزيارة أنا حداً كتير بحب يسافر فكتنفاكن أنه عبالي عامل شي تأظهر من هيد الفايب البشعة وقلت أنه لأ لي ما بعمل سياحة داخلية لي ما ببلش أبرم بقلب لبنان أنه مش ضروري سافر تأكتشف قصص جديدة فبلشت الفكرة كان بدي أعمل ليست بالقصص اللي بدي أنا أعملهم وأبرم بقلب لبنان واستوحيت من السكراتش أوف ماب اللي بتحكها طبعاً خريطة العالم وقت الواحد يسافر وهون قشت الفكرة أنه لي بدأ أعملها بس لقلي لي ما بعملها لغيري كمان تلعوا ثلاث أفكار كل شي ريليتد على الكولتشر أما السقافة اللبنانية لون أحمر وكل شي خاصه بالطبيعة اللبنانية نيتشر بيكون لون أخطر وكل شي خاصه بالكويزين اللبنانية التقليدية بمناطق معينة لون أبيض هذه خريطة فيها 150 أكتفاتي بينعملوا بلبنان هؤلاء الأكتفاتيز ما ضروري ندفع فوقنا وتحتنا تنعملون نحنا ثلاث أربعة الأكتفاتيز اللي موجودين هنا قصص فينا نعملون بيباليش نحنا هلأ حاليا موجودين على كل السوشيال ميديا اسمنا بلبنان الأكاونت طبعنا فينا نطلبها على انستغرام فيسبوك واتساب عنا رقم كمان وعلى تيك توك لاميريام رسالة وجدانية لكل شباب وصبايا لبنان نحنا المستقبل ما بدنا نترك لحدا غيرنا انه هو يتحكم بلبنان وبسورة لبنان نحنا ما فينا نجيب الأمل من بره بنا نجيب الأمل من قلبنا ونحنا اللي بدنا نعطي الأمل لغيرنا إذا نحنا متشابسين بسورة بشعة للبنان هيدا اللي رح نفرجيه بس نحنا إذا منتأمل أنه لبنان بدو يتغير ومنجرب نحنا نفرجي هيدا سورة على سوشول ميديا طبعنا ما حل ما نفرجي سورة البشعة بدار في أمل لفكرة الخمسين ليرة دليلتا فهي بتعني أن السياحة ما بتحتاج لكثير من المصاري مهما تغير سعر الصرف ميريام صبية من لبنان رسمت خريطة سياحية للبلد إن شاء الله كل شباب وصبايا لبنان يرسموا خريطة لبنان الجديد العربي السيد الحر مستقل بيدروغانم صوت بيروت نترنعشنا اشتركوا في القناة